يشارك محمود فريق العمل المخصص من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإعادة إعمار منزله في منطقة القراغ الجنوبي محافظة صلاح الدين على أمل الانتهاء منه بأقرب وقت ليتمكن من إسكان عائلته فيه وإنهاء مرحلة النزوح التي امتدت لتسع سنوات والله أجي أصلي الفجر وأجي لي أجاي يكملون العمال يخلصون شغولهم بس ستة بس ستة عادية أنا اللي مورا هم ما أطور على صوان دعنا من ديش نكمل وألبس يدوم وأرجع على مكاني وعائلتهم خليهم هناك عائلتهم شايفة الضامر يدجوا لي أجاي وما سبحان الله ما جاءت تجعله بسرعة مشروع تأهيل المنازل المدمرة في مناطق جنوب صلاح الدين بمرحلته الثانية شاملة أكثر من 250 منزلا بعد استكمال تأمينها من المتفجرات والمخلفات الحربية قبل أشهر فبدأنا نساعد الوجبة الأولى من العائدين قدمنا لهم منح مالية شملة إعادة إعمار المنازل وغيرها من المشارع هذا الشيء شجع الناس أنه يرجعون إلى مناطقهم الأصلية أكثر بحيث شهدة الوجبة الثانية من العائدين بالمنطقة أعداد أكبر من الوجبة الأولى من وراء النشاطات التي صارت بالمنطقة دائرة الهجرة والمهجرين في صلاح الدين ثمن جهد المنظمات الدولية ومنها الصليب الأحمر في المحافظة بتقديم مشاريع تخص دعم الاستقرار وتسهم بإنهاء ملف النازحين إضافة إلى مشاريع أخرى في مختلف القطاعات بيد أن هناك مناطق أخرى تحتاج إلى مشاريع تعزز السلام فيها هناك مناطق تم فتحها من قبل قوات الأمنية وحقيقة هذه العوائل رجعت إلى هذه المناطق ولكن أغلى منازلهم مدمرة ومتضررة فيكتاج دعم المنظمة لغرض إعادة تأهيل هذه المنازل وتوزيع منشاريع المدرر للدخل إلى هذه العوائل ونفذت اللجنة الدولية الصليب الأحمر في العراق عدداً من المشاريع والحملات المختلفة في مناطق جنوب صلاح الدين تتعلق بقطاعات التعليم والصحة وتحلية مياه الشرب إضافة إلى حملات التوعية حول مخاطر المخلفات الحربية وكيفية التعامل معها فضلاً عن تنظيف وتعقيم المدارس وتمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق من إعادة تأهيل وإعمار نحو أربعمائة منزل مدمر ومتضرر تضرر في قرية القراغولة التابعة لقضاء ديجي الجنوب شرق صلاح الدين في وقت تواصل تنفيذ مشاريع ري المساحات الزراعية بالاعتماد على الطاقة الشمسية أحمد جمعة الحرة صلاح الدين